لأسباب قانونية وفنية واخرى مالية تتعلق بالتعاقد وتجهيز المواد الانتخابية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خاطبت رئاسة الاقليم لتأجيل انتخابات برلمان الاقليم السادسة المزمع جراؤها في الخامس والعشرين من شباط القادم وتحديد موعد جديد لها يتم الاتفاق عليه لاحقا الحزب الديمقراطي يحاول أن يتم إجراء الانتخابات بموعد محدد ولكن مع الأسف أعتقد أن هذه الطعون ستكون سبب في تأجيل انتخابات للشارع الرابع أو السادسة على الاقليم انتخابات برلمان اقليم كردستان السادسة دارت وتدور حولها الخلافات فيما يتعلق بالدوار الانتخابية ومقاعد الكوتا ومفوضية الانتخابات ستبحث مع رئاسة الاقليم تعديد موعد نهائي لإجرائها وفوضية الانتخابات وضعت العديد من الأنظمة التي صدقها مجلس فوضيين منها نظام الاقتراع والعد والفرز واعتبار الاقليم دائرة انتخابية واحدة ولكن هذه الأنظمة قد تتغير في قادم الأيام فيما يتعلق بتقسيم الاقليم إلى دوائر انتخابية متعددة مع زيادة في مقاعد الكوتا إذا تم إصدار قرار من المحكمة الفدرالية العراقية الرجوع إلى القانون القديم سند 1992 حسب المادة تاسعة من هذا القانون فهذا القانون ليس من مصلحة الشعب التركوماني بالأخص لماذا؟ لأن في هذا القانون وفي هذا المادة المنصوص عليه في القانون لم يتطرق على كوتا التركومانية بعد قرار المحكمة الاتحادية يلا تقدر المفوضية تبدأ بالتحذيرات لأن هل تقوم بتحذيرات على أساس دائرة واحدة أم على أساس دوائر متعددة كيف؟ القرارات هذه يجب أن تكون على الأقل بعد القرارات النهائية على الأقل يجب أن يكون لدى المفوضية ستة أشهر ووجه رئيس الوزارة أمحمد الشيع السوداني وزارة المالية الاتحادية بتخصيص ميزانية انتخابات كوردستان التي تبلغ سبعين مليار دينار تقريبا فيما تنظر المحكمة الاتحادية في دعوة قضائية قدمها رئيس كتة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضو كتلة المسيحين في مجلس السليمانية بشأن تعديل قانون انتخابات الإقليم بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل